وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً فهو حياة ونور مو بس حياة حياة ونور جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم التلاوة عبادة والترتيل اللي هو تزيين التلاوة عبادة لأن الترتيل قراءة القرآن بتمهل واطمئنان ويسمى أيضاً في السنة التغني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يترموه يا شيخ جعفر ماذا؟ من يتغنى ما أذنى الله لنبي بشيء ما أذنى لنبي يتغنى بالقرآن ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتغنى بالقرآن يحسن صوته يحسن صوته بالقرآن أبو موسى كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن صوته فوقف النبي عنده وهو لا يشعر أبو موسى فقال لو رأيتني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا استمع البارحة قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا تحبيرا يعني لزد في التغني ونحن الآن نرى والله يا أحبابي عندما نسمع بعض أئمة الحرمين أو غيرهم من القرآن المشهورين يسمع الإنسان القراءة ويتلذد لها لأنها مرتلة كأنه أول مرة يسمع أليس كذلك؟ نعم فالتغني بالقرآن وترتيل القرآن هذا يعني عبادة عظيمة تؤثر على السامعين وتؤثر على القارئ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة السفرة منهم السفرة بأيدي سفرة كرام بررة منهم الملائكة يعني هذا القرآن يرفع حتى يجعل كأنه مع الملائكة وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو عليه شق له به أجران أجران هذا رواه الترمذي وحسنا وشيخنا لشيخ الألبان ترجمة نانسي قنقر